السلام عليكم جميعاً فيديو جديد ودرس جديد يخص الفرنسية العامية والعبارات الأكثر استعمالاً في الحياة اليومية قبل المرور للدرس والجمل المختارة أشكر جميع المشتدكين معنا وأدعو من لم يشترك بعض الانضمام إلينا للاستفادة من الدروس والتوصل بالجديد إذن سنمر حالاً إلى أول عبارة يستخدمها الأشخاص مع المقربين من الأصدقاء الزملاء أو أفراد العائلة فإن أردتم مثلاً السؤال عن أحوالي وجديد شخص ما ما الجديد بالفرنسية العامية سوف تقولون عبارة أخرى إذا أردتم أن تسألوا مثلاً كيف تسير الأمور سوف تقولون سوف تقولون والإجابة على السؤالين السابقين يمكنكم أن تقولوا مثلاً لا شيء مميز وأنت هنا باللغة الفرنسية العامية ريان دو سبيسيال اتوا ريان سبيسيال اتوا ريان سبيسيال اتوا ريان سبيسيال اتوا إجابة مختلفة ممكنة أيضاً أنا بأفضل حال وأنت بلتو بيان اتوا بلتو بيان اتوا بلتو بيان اتوا إجابة مختلفة ممكنة أيضاً وتستخدم كثيراً في الشارع الفرنسي مثل كل يوم إثنين هذه العبارة غريبة شيئاً ما تعني بأن الشخص ليس بخير لأن يوم الإثنين هو رمز لبداية أسبوع جديد من العمل أو الدراسة أو بداية للتعبئ من جديد بعد نهاية أسبوع مريحة وهادئة لذلك يقول كمان لاندي للتعبير عن الاستياء وعدم الرضا بهذه الحالة كمان لاندي على العكس من ذلك إذا كانت الإجابة مثل يوم الجمعة هذا يعني بأن الشخص سعيد لأنه بعد عناء أسبوع كامل وصل يوم الجمعة آخر يوم في العمل وهاكذا يمكن التمتع بنهاية الأسبوع كمان vendredي كمان vendredي إذا قيل كمان لاندي ça veut dire qu'on n'est pas bien mais si on dit كمان vendredi ça veut dire qu'on est très bien عبارة أخرى تستعمل يوميا خصوصا بين الشباب رائع cool وبيان c'est cool c'est cool c'est cool رائع c'est cool العبارة الموالية يمكن أن أكون أفضل وبالفرنسية العامية نقول سابوغي علي ميو سابوغي علي ميو سابوغي علي ميو وكما هو واضح فالشخص يقولها حين لا يكون رضيا عن حالته ويتمنى لو أنه في حالة أفضل سابوغي علي ميو العبارة الموالية نهاية يوم سعيدة bonne fin de journée وهذه العبارة متدولة كثيرا بين الأشخاص هنا لدينا عبارة تستخدم لقول إلى اللقاء أبلوس 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 وهي تستخدم خصوصا بين الشباب طبعا لتوديع بعضهم البعض عبارة أخرى إلى الغد إلى الغد أدماء 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 ستلاحظون هنا وفي أمثلة أخرى أننا لا ننطق حرف أ لا نقول أ دماء بل نقول أدماء وهذا طبعا لأننا نتحدث عن اللغة الفرنسية العامية أدماء عبارة أخرى جميلة جدا إذن تظهر اهتماما بالشخص الذي تقال له يعتني بنفسك برنس وانتوا برنس وانتوا برنس وانتوا برنس وانتوا نمر للجملة الموالية بكل تأكيد إذا أردت أن تقول بكل تأكيد سوف تقول سيسور و سرطان سيسور و سرطان سيسور و سرطان سيسور و سرطان عبارة تدول على موافقتنا على ما قيل لنا آه نعم هذا واضح سنقول آه ساوي سيكلى آه ساوي سيكلى آه ساوي سيكلى نفس الشيء مع العبارة الموالية آه نعم نحن متفقون آه حين مثلا يقول لك أحدهم أنه تعب ويحتاج لأخذ استراحة وتكون أنت أيضا في نفس حالته هنا يمكن أن رد عليه بهذا السؤال لمن تقول ذلك؟ آه أكل ديتو آكل ديتو آكل ديتو آكل ديتو آكل ديتو و كأنك تقول له أنا أيضا أحس بنفس الشعور وأنا أيضا تعبت وما إلى ذلك آكل ديتو فهي تقال إذا كنت غير متفق أو غير متأكد مما يقول شخص ما حول شيء ما هذا ما تقوله أنت بمعنى أنا لست متفقة معك وهذا رأيك وليس رأيي هذا ما تقوله et voilà donc c'est la fin de cette leçon وصلنا أعزائي لنهاية الدرس في انتظار تفاعلكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى فيديو قديم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء